اشتركوا في القناة بنتعلم من خلاله أمور كتيرة مثل الإبن الشاطر أو الإبن الضال بحب سميه أنا أكتر الإبن الضال بهالمثل يسوع ببين لنا شخصيات ثلاثة الشخصية الأبرز والأهم هي شخصية البي من بعدها في شخصية الإبن الأصغر والإبن الأكبر هالإبن الأصغر يلي كان عم يفتش على الفرح على السعادة على الحقيقة وكان نفكر حاله أنه رح بلاقيه بره برات البيت برات حضن الآب طلب من بيه الميراث وراح وصار يبذر مصرياته يمين الشمال يطبع شهواته لأنه بقلب عقله مفكر أنه الشهوة هي اللي رح بتوصله على الفرح الحقيقي اللي عم بيفتش عليه هي رح تطيس سعادة المنشودة يلي عم بعيش كرميلة ودهم بيخبس ويملغس حتى وصل على كعب الجورة مع الخنزير من دون ما يقدر يعبي بطنه من أكل الخنزير وهيك منعرف رجع لحاله ورجع لحضن الآب الابن الأكبر مش كتير أحسن الابن الأصغر الابن الأكبر هو الابن يلي كمان منه حاسس بالفرح والسعادة والبنوة يلي موجودة عنده قال له لبيو كم من السنين أتعبد لك يعني أنا عايش كأني عبد بهالبيت وما عم يعرف أنه هو ابن كل شي لإله الابن الأكبر يلي مستحلى جدي يتناعم فيه وأصحابه بالوقت اللي بيملك ثروة كبيرة شخصية البي هي شخصية الله الآب شخصية الله المليان رحمة وحبه وغفران بقلب كل واحد ووحدة مننا أحبائي وبحيات كل واحد ووحدة مننا فيها الشخصيات الثلاثة شخصية الابن الأصغر منكون عم نفتش على السعادة برات حضن الآب ومنقول وان فيه فرح بحضن الآب وقت اللي حضن الآب كله الفرح مثل السن كل المحيط يلي عم بتفتش على المحيط ومش عارف حالة أنا عايش فيه منترك باينا ومنتبع ملاذاتنا وشهواتنا وإن شاء الله وقت اللي بنكون هايك أنه نوعى ونرجع لحضن الآب أوقات كتير من يكون مثل الإبن الأكبر عايشين الطمع عايشين العبودية لله أنا بدي كل شي أنا عبد لالله حتى أنه بسمح لحالة دين خية قالوا الإبن الأكبر لبيه ابنك هذا يعني عمدينه أنا عمدين كيف عايش راح بدت كل مصرياتك هلأ جاي تستقبله قديش نحن وقت التير منحط حالنا ديينين لبعضنا البعض بدل ما نكون عم نعكس رحمة الله قديش عوقات كتير يمكن حسين حالنا عبيد قدام الله ومنخسر فرح وحرية قلبه نوة أبناء وبنات الله وأكيد بقلب كل واحد وواحد مننا في رحمة الله زرع فينا الرحمة نحن مدعوين بزمن هالصوم وكل يوم من أيام حياتنا أنه نكبر هالرحمة بقلبنا حتى حقيقة نكون على صورة الله هالصورة يلي هو خلقنا عليها نحن مخلوقين على صورة الله ومثاله مدعوين بهالوقت أنه بدل ما ندين إخوتنا نعرف نرحمهم ونحبهم مدين ما نكون طمعين وندين بعضنا على إشياء دنيوية نقدر النعم يلي ربنا عطينا إياها بحياتنا وما نحط قلبنا بجادي صغير عند غيرنا بدل ما نفتش على الحقيقة على السلام على الحب على السعادة خارج بيت القاب نعرف أنه هناك بدنا نلاقي السعادة ونرجع نستقبل كل إخوتنا وخياتنا لبعاد حتى بدوروا نعيشوا فرح البنوة وسعادة الملكوت أحد مبارك وصوم مبارك للجميع ترجمة نانسي قنقر